أكد وزير العمل محمد جبران حرص الحكومة على تعاون مع شركة ليوني الألمانية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات في توفير فرص العمل وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وخلال لقائه وفدا من إدارة الشركة شاد وزير العمل بحجم استثمارات الشركة الألمانية ودورها على مدار أكثر من 25 عاما في تعزيز مكانتها بالسوق المصري باعتباره من أهم الأسواق بالمنطقة والحفاظ على قدرتها التنفسية وزيادة صادراتها إلى الأسواق المستهدفة